أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نبيل القروي رجل الأعمال والإعلامي المرشح لرئاسة تونس والمحتجز بالسجن المدني بالمرناقية لا يزال مرشحا للانتخابات الرئاسية ما لم يصدر ضده حكم قضائي يمنعه من ذلك الترشح وقال رئيس الهيئة أن الأمر ينطبق على شقيقه غاز القروي المرشح على رأس قائمة الانتخابات التشريعية وتعود القضية إلى شكوا قدمتها منظمة أنا يقض منذ شهر سبتمبر 2016 للنيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم عرضها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على أثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي على قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما